تفوق بإذن الله أعزائي الطلبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخص الالكتروليات أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترولي كنا صاعدنا في آخر الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن رسم التخطيطي لجهاز الإرسال الإزاعي اللي هو الـ AM وقلنا أن جهاز الإرسال الإزاعي الـ AM بيتكون من 3 أقسام وقلنا 3 أقسام دول قلنا جبناهم إزاي أو استشافناهم قبل ما نشوف الرسمة إزاي إن أنا عندي عايز ده تعديل التساعي AM وجهاز إرسال إزاعي يعني أنا هدعت صوت صوت ده موجة الترد المخفض ده موجة الترد المخفض اللي هي الموجة المحمولة وفي نفس الوقت ده فيه قسم بقي بالقسم الصوت وأنا محتاج ترده العالي عشان يشير الموجة المحمولة دي اللي هي إشارة المعبرة عن مين؟ عن الصوت يبقى فيه عندي قسم للترددات العالية طب الإشارة عندي بتاع التردد المخفض وإشارة التردد العالي ما هو لازم يكون عندي ده للتعديل عشان أقدر أبعد الإشارة دي للصد المسافات بعيدة يبقى فيه عندي قسم اسمه قسم التعديل والإرسال قسم التعديل والإرسال يعتبر هو القسم التالت واللي هو بيوصلني لهواء الإرسال اللي هيبتدي يبعد الإشارة عبر الأسير قسم الصوت بقى نشوفوا الأقسام ده كلها بتحتوي على إيه قسم الصوت وفيه أربع وحدات المايكروفون وهنقول طبعا كل واحدة بتعمل إيه بالزبط ومكبر أول تردد صوتي ومكبر تاني تردد صوتي ومكبر قدرة هذه كام أدربعة قسم مين الصوت قسم الترددات البينية لهو القسم التاني فيه مزابزب باللوري رئيسي وفيه مكبر فاصل وفيه مضاعف تردد يبقى فيه ثلاثة عماصر أو فيه ثلاثة مراحل حظيم القسم التالت اللي هو قسم التعديل والإرسال فيه ده للتعديل التساعي فيه مكبر تردد عالي فيه وحدة توليف هوائي وفيه هوائي يبقى ده قسم الإرسال أو قسم التعديل والإرسال كويس جداً وبعد كده حنقول كل مرحلة بتعمل إيه بالظبط ونشوف كل قسم الواحده بيتكون كمان من إيه بالظبط تعالوا نشوف الكلام ده على الشاشة الرسم التخطيطي لجهاز إرسال إزاعي أم أما يشوف الرسم التخطيطي أهو قدد شكل بتاعي فيه ثلاث أقسم هم قسم صوت مايكروفون مكبر تردد أول مكبر تردد صوتي يعني صوت أول صوت تاني مكبر قدرة خلي بالك أن المكبر الأول والمايكروفون دل في الستيديو أما مكبر التردد الصوتي التاني ومكبر القدرة دول بيبقوا في محاطة الإرسال يبقى دول قسم الصوت حنقول كل مرحلة كل مرحلة بتعمل إيه ما تستعجلش القسم التاني قسم توليد الترددات العالية فيه المزبزب البلوري اللي هو مزبزب رئيسي وفيه مكبر فاصل وفيه مضاعف تردد وفيه هنا بقى القسم التالت قسم التعديل التساعي والإرسال فيه مين؟ مشكل أئم اللي هو داية التعديل مكبر قدرة تردد عالي وبعدين فيه عنده واحدة توليف هوائي وبعدين عنده هوائي الإرسال دول التلت أقسام بتوع جهاز الإرسال الإزاعي الإئم تعال نشوف بقى الأقسام قسم قسم كل قسم الواحدة الرسم التخطيطي لجهاز إرسال الإزاعي هنشوف بقى ناخد قسم قسم هذا القسم الأولاني اللي هو قسم مين؟ الصوت وشايف الإشارة هي؟ خرجت من المايكروفون المايكروفون حول إشارة الصوتية لإشارة كهربية هنقول كل واحد بيعمل إيه بالزبط بس هناللوقتي مركز على كل قسم بيحتوي على إيه؟ دا قسم الصوت مايكروفون مكبر تردد أول صوتي مكبر تردد تاني صوتي مكبر قدرة قسم الترددات العالية فيه مزابزب البلوري ومكبر فاصل قسم التعديل والإرسال التعديل التساع والإرسال فيه مشكل وفيه مكبر قدرة وفيه تردد عالي وفيه واحدة توليف الأولي تعالى بقى نبدأ نتكلم على قسم قسم القسم الأولاني اللي هو أول قسم قسم الصوت بيتكون من إيه؟ نقع بقى شوية شوفنا في الرسم وخلاص كده دخل ذهننا بيتكون من إيه؟ قسم الصوت احنا قلناها مرة إيه؟ مايكروفون مكبر تردد صوتي أول مكبر تردد صوتي تاني مكبر قدرة والمكبر الأول والمايكروفون زي ما احنا نسعني من شوية في الستيديو مكبر التاني ومكبر القدرة في محرق الإرسال عظيم تعال نشوف القسم الصوت بيحتوي على إيه؟ تعال نشوف الكلام ده عشاني مايكروفون مكبر تردد صوتي أول مكبر تردد صوتي تاني مكبر قدرة تعال نشوف بقى كل مرحلة في دول نشرح فايدتها إيه؟ طبعا هنا الميكروفون هيحول الإشارة الصوتية لإشارة كهربية بالترتيب كده مكبر تردد صوتي هيكبر الإشارة اللي خارجه من الميكروفون والمكبر ده موجود هو الميكروفون في الستيديو مكبر تردد صوتي تاني بيبتدي يكبر الإشارة مرة تانية اللي خارجه من المكبر ده اللي هو الأولان مكبر القدرة هيكبر قدرة الإشارة عشان للمستوى المطلوب لعملية التعديل وبيغزى خارج مكبر القدرة الى داخل دائرة التعديل التساعي طب ما تيجي نشوف الكلام ده كل واحدة لوحدها او كل عنصر لوحده نقول فايدته ايه نشوف الكلام اولا ادي قسم الصوتة هو اللي هم الاربع عناصر الدين اللي تحت هم اللي هم معمولة عليهم الفلاشر ده تعبع نشوف كل مرحلة من دول بتعمل ايه من اول المايكروفون نشوف كده اول حاجة المايكروفون قلنا بيحول الاشارة الصوتية الاشارة كعربية متغيرة في الجهة والترد على حسب الصوت المايكروفون يكون بتحويل الاشارة الصوتية المعبرة عن الموسيقى او الكلام طبعا الصوت والموسيقى دول اشارة زي بعض يعني الى اشارة كعربية تتناسب في شدتها حسب درجة الصوت والترد الحالة التانية مكبر تردد صوتي اول هيكبر الاشارة اللي خارجها من مين مزبوط من المايكروفون يكون بتكبير اشارة التردد السامع نتيجة من المايكروفون حتى يمكن نقلها الى المكبر الثاني الموجود بمحطة الالسان زي ما قلتك المكبر الاول والمايكروفون في الاستوديو ويكون المايكروفون ومرحلة التكبير الاولى في الاستوديو نشوف فقا المكبر التان تتكبر تردد صوتي تاني يتم فيه عمل تكبير للاشارة طبعا مرة تانية للاشارة الكهربية الصوتية عند وصولها الى محطة الالسان خلاص خارجت من الاستوديو وراحت لمحطة الارسان تتكبر مرة تانية مكبر الكودة زي ما قلتك بيكبر كودة الاشارة ويغزيها لمعدل التساع الام في هذه المرحلة يتم تكبير قودة الاشارة الكهربية الصوتية حتى يمكن تعدلها حيث يتغزى هذه الاشارة الى المعدل التساعي اهو وصل المين للمعدل التساعي فاكرين لما قلنا دا يتتعدل لها داخلين اهو داخل الصوت اهو اللي هو الموجة المحمولة وداخل الموجة الحملة اللي جاي من فوق من قسم الترددات العالية ده قسم مين تمام قسم الصوت تعال نشوف قسم الترددات العالية ثانيا قسم الترددات العالية اللي هي الزبزبات العالية ويتكون من ايه بقى يلجع تاني الرسم التخطيطي في ذهني ما يطلعش من دماغي هو ده اللي يشتغل عليه ده الدوارة التفصيلية حتبقى جاية من الرسم التخطيطي زي ما حنشوف ان شاء الله طيب قسم الترددات العالية كان بيتكون من ايه مزبزب باللوري اللي هو رئيسي مكبر فاصل ومضاعف تردد دول التالت مراحل تعال نشوفهم ونشوف برضو كل مرحلة بدول بتعمل ايه مزبزب رئيسي مكبر فاصل مضاعف تردد تعال نشوف كل مرحلة بتعمل ايه هناخد المرحلة الاولى اللي هو المزبزب الرئيسي ده الاول قسم الترددات العالية اهو اللي هو معمول على 10 برضو لوحده تعال نشوف اول مرحلة فيه اللي هو المزبزب التردد المزبزب الرئيسي ده هو ده اللي بيطلع التردد العالي اللي هو بتاع الموجة الحملة نشوف كده مزبزب باللوري يقوم بتوليد زبزبات عالية التردد سابتة الاتساع والتردد وتسمى بالموجة الحملة هذا القرير ويف اللي احنا قلنا عليه وعادة ما يكون تردد الموجة الحملة المرسلة خلي بالك الموجة الحملة المرسلة اكبر من تردد المزبزب يعني ايه الكلام ده خلي بالك بقى معايا احنا بقولول دلوقتي هركز كويس او في الكلام اللي بقوله ان الموجة الحملة المرسلة اللي هي هتتبعت اكبر من تردد المزبزب طبعا عندي مثلا تردد المزبزب بيطلع 100 كيلو هرتز وانا الموجة الحملة اللي ابعتها لازم تكون اكبر من تردد المزبزب مثلا 200 كيلو هرتز مين اللي مسؤول ان يوصل المية بتاعت المزبزب ل200 كيلو هرتز اللي انا عايز ابعتها مضاعف التردد مضاعف التردد وده بيشتغل كمكبر وفي نفس الوقت مضاعف تردد عشان يوصل التردد المزبزب لقيمة المراد ارسالها بتاعت تردد الموجة الحملة البديني برضو يبقى فاكرينها وحطينها في النعم نرجع تعدين الشاشة هو جزء الاخراني اهو خلي باك معايا بص وعادة يكون عادة ما يكون تردد الموجة الحملة المرسلة اكبر من تردد المزبزب التردد الخارج اللي انا عايز ابعته اكبر من تردد المزبزب مين اللي مسؤول يحلل المشكلة دي ولذلك يتم مضاعف التردد عن تردد مين المزبزب يعني عن طريق مين مضاعف التردد اللي هو ده عرفناك قصة بتاعت مضاعف تردد ليه كده عرفت كمان فايدة مضاعف التردد بتاع نشوه بعد كده المكبر الفاصل المكبر الفاصل ده فايدته بيعمل ايه بيفصل المزبزب عن بقية المراحل كلها ليه عشان المراحل ده كلها ما تعملش تحميل او تعمل لود على مين على المزبزب فيبتدي تغير تردده يبتدي بقية تردد المزبزب ما يبقاش مستقر او يبقى تحميل عليه فمين اللي بيأزل كل الدوائر ده كلها عن المزبزب هو ده هو مكبر الفاصل نشوف كده مكبر الفاصل يستخدم لعزل المزبزب الرئيسي اللي هو المزبزب بالدور احنا قلنا عليه عن مراحل الارسال لضمان سبات تردد المزبزب وقد يكون المكبر بمضاعف التردد المزبزب ممكن المكبر ده برضو بإضاعف التردد نشوف فقا مكبر او مضاعف التردد ده إضاعف تردد عبارة عن دقات مكبر يتم فيه مضاعف التردد المزبزب الرئيسي الى تردد الموجة الحاملة المراد ارسالها من محطة الارسال كده يبقى خلي بقى معايا احنا اتكلمنا على قسمين من اقسام جهاز الارسال الازاعي الام قسم الصوت فيه ميكروفون مكبر تردد صوت اول مكبر تردد صوت تاني مكبر قدر قسم التاني قسم الترددات العالية فيه مزبزب باللور رئيسي فيه مكبر فاصل وفيه مضاعف تردد فاضل عندي القسم التالت قسم التالت فيه بقى مين دقات التعديل ما دلوقتي جبت اشارة الموجة الحاملة من قسم الصوت جبت اشارة الموجة المحمولة بتاع التردد العالي من قسم الترددات العالي هدخلهم على دارة مين التعديل دي أول مرحلة في مراحل القسم الثالث اللي هو قسم التعديل والإرسال في دارة التعديل التساعي ام في مكبر قدرة تردد عالي في وعدة التوليف هوائي والهوائي تعال نشوف برضو القسم الثالث اللي هو خاص بالتعديل والإرسال نشوف بقى قسم الثالث سالسا قسم التعديل التساعي وهتكون من الات المعدل التساعي الام مكبر قدرة تردد عالي واحد التوريف الهوائي هواء الارسال قالي الاربع اجزاء اللي هم موجودين في مين في الجزء الخاص بقسم التعديل والارسال تعالي شوف القسم ده فين بالزبط والاربع اجزاء بتوعهم ده قسم التعديل والارسال والاربع مراحل اللي احنا قلنا عليه المعدل اللي هو المشكل على فكرة كلمة التشكيل وتعديل الاتنين واحد تشكيل وتعديل وتحميل التلاتة واحد انه هو وضع الموجهة المحملة وضع الموجهة المحمولة زائد التردد المخافض على موجهة حاملة زائد التردد عالي تعالي شوف فق програм كل مرحلة بتعمل ايه بالزبط واولهم المشكل او المعدل التساعي الاتنين صح ده بيعمل ايه ده بيتم عن طريقه تعديل الاشارة تعديل اتساعي ده اللي بياخد موجة التردد مخفض وياخد موجة التردد العالي وحطها على موجة التردد مخفض وبتدي يعمل عمية التعديل او التشكيل الاتساعي اللي هو الام يقوم بتعديل اتساع الاشارة ذات الترددات العالية اللي هي الموجة الحاملة حسب اتساع الموجة الصوتية المنخفضة اللي هي المنخفضة التردد اللي هي الموجة المكبر قدرة تردد عالي هيبتدي يكبر قدرة الاشارة اللي تم تشكيلها او تعديلها طبعا عشان يقدر يرفعاتها المسافات دعيدة يكون بتكبير قدرة الاشارة المعدلة التساعيا بحيث يمكن ارسالها الى مسافات بعيدة وعد التوليف الهوائي اللي دي بتعمل توافق بين خرج وعد التوليف الهوائي دي بتعمل توافق بين خرج المكبر زوء الممنع عليها وداخل الهوائي اللي هو زوء المقاومة المنخفضة وخلي بالك بقى معايا وعد التوليف عشان ممكن لنشوفها في اللوكات كتير وعد التوليف او وعد التوافق نسميها الماتشنج الماتشنج سيركت او دائرة التوافق بتعمل ايه زي ما قلتلك اي دائرة تشوفها وعد التوليف او وعد التوافق اي دائرة تشوفها زي كده في اي مرحلة في اي رسمة دي بتعمل توافق بين خارج اللي قبلها ودخل اللي بعدها يعني لو شفت رسمة تقططية وشفت فيها دائرة توافق بتكون بعمل توافق بين خارج الدايرة اللي قبلها ودخل اللي بعدها دائرة توليف نفس الكلام يعني انا عرفت دلوقتي دي اللي هي قبل الهوائي بتعمل وعد التوليف الهوائي بتعمل توافق بين خارج الدايرة اللي قبلها اللي هي مكبر القدرة اللي تردل عالي ودخل الهوائي اللي بعدها طبعا خارج المكبر مقاومة عالية ودخل الهوائي مقاومة مقافضة فبتعمل توافق بينهم الاتنين والقصد عشان تبعث الاشارات لمسافات بعيدة تقوم بعمل توافق بين ممنأة دخل الهوائي المخافضة وممنأة خارج مكبر القدرة حتى يمكن وصول اكبر قدرة ممكنة الى الهوائي هواء الارسال ده طبعا اللي مسؤول على انه يحول الاشارة اللي تم تعديلها تعديل التساعي اي ام يحولها من ايه يحولها من اشارة كهربية الى اشارة كهرومغناطسية ونشرها عبر الاسير يقوم بتحويل الاشارة الكهربية للاشارة المرسلة اللي هي المعدلة الى اشارة كهرومغناطسية تنتشر عبر الاسير يبقى كده ده المراحل واقسام جهاز الارسال الازاعي الام خلي بالك بقى معايا عشان نشوف هنشوف الدائرة بقى دائرة جهاز ارسال اذاعي اي ام ركز بقى معايا احنا تكلمنا في الرسم التخطيطي وعرفنا ان قسم فيه تلات اقسام فيه قسم الصوت قسم التهضوط العالية قسم التعليم وارسال ركز معايا واسا قوي يا رسالة ما احنا تكلمنا عليه احنا بفكرك بس الرسم التخطيطي ده هو الهيكل الاساسي لجهاز ارسال اذاعي اي ام الهيكل الاساسي بعد كده حنبتلي نخش في دواير ركز بقى معايا داير حنشرح دايرة دايرة طبعا فيه دواير الاساسي الام كتير حنشرح دايرة بقى بتاعت الام داية الاساسي الام فيه فرق بالرسم تخطيطي ودايرة دايرة لا يبقى هعمل ايه بقى دايرة تحتوى على النصر اكترونية ترنزوستر مقاومات مكسفات كلام من ده يبقى دايرة الكلام اللي خدناها الاسم تخطيطي دا هنعملو في دايرة ابناءنا الطلبة وبراتنا الطالبات لما بيبصوا لدايرة يركز كويس او في الكلام اللي هقوله يعني لو جيت عرضت عليهم دلوقتي دايرة الارسال الازاعة ايه ايه يقولك دايرة كبيرة طبعا انا نحفظها ازاي ولا فت لا احنا قلنا بنفهمها مش بنحفظها ازاي خلي بالك بقى معايا احنا مش في الاسم تخطيطي عندنا اه الرسم التخطيطي قال لي مش في قسم الصوت اه مش قال لي في قسم الترضات العالية اه مش قال لي في دايرة تعديل اه وفي هواقه ارسال تمام طب الكلام دا كله هو انا مش لازم اشوفه في الدايرة اللي بتكلم عليه في رسم التخطيطي مش لازم اشوفه في الدايرة تمام دايرة الصوت مش فيه ميكروفون ومكبر ايه دايرة التعديل فيش ترانزوستر هيعمل عدات التعديل زي ما خدنا كده الحلقة السابقة فيقول الحلقات ده التعديل اللي بيستخدام خلاص القاعدة قلنا ترانزوستر وتخش عليه الإشارات على القاعدة تمام ده أنا بأوصف أهو حاجات بستنتجها بقول من ذهني من رسم التخطيطي الحاجات اللي أنا ممكن مش أشوفها مش اللي ممكن أشوفها أي حيات اللي أشوفها في الدايرة الحيات اللي أشوفها في الدايرة يبقى تعالى بقى نشوف يبقى حاجات معينة لازم أشوفها بس عشوفهم هنا بالتفصيل بالعناصر مش بلوكات بفكرك بقى إن أنا بقولك رسم دائرة أو دائرة جهاز إرسال A-M وبعد كده بعد العنوان ده هتبصت لقيني جاي بالرسم التخطيطي بتاع ال-A-M هتقول إيه ده أستاذ ده اللي بيحصل ده تعالى نشوف الكلام ده الأول ونشرحه قادي دا إيه جهاز إرسال A-M الله ده الرسم التخطيطي بتاع ال-A-M من إيه أولك أهو تعالى نشوف الكلام ده ونشرحه ده أنا بفكرك المفروض إن أشرح الدايرة لا بس قبل ما خش في الدايرة بفكرك إيه اللي المفروض تكون يعني شايفه في الدايرة مش رسم التخطيطي ده بتاع جهاز الإرسال A-M يبقى لازم الكلام ده أشوف في الدايرة لازم أشوف قسم الصوت وقسم الترددات العالية وقسم التعديل لازم أشوفهم في الدايرة عشان كده بفكرك بيهم قبل ما خش في التفاصيل بتاعة الدايرة تعالى نشوف فيها ايه دايرة تاعتي ايه دايرة إرسال إشارة معدلة تعديل اتساعي بص كده معايا فيها ايه الدايرة دي بص كده لاحظ قسم الصوت قسم توليد الترددات العالية قسم التعديل الاتساعي الله للتلات أقسام اللي كنا بنتكلم عليهم في رسم التخطيطي أيوة بس هنا بالعناصر مش برسم تخطيطي يعني لو بصت كده لقسم الصوت هنا بص ادي المايكروفون وقادي الترانزوستور هو دا اللي شغال كمكبر ما عنديش اتنين مكبر عندي مكبر واحد فين بقى العناصر بتاعته كلها بتاعت قسم الصوت الترانزوستور ومعاه مقاومات انحياز القاعدة والاستقرار الحراري اللي هما دولة الر 3 و 6 7 ومقاومة الحمل اللي هي بي ار وان وفي نفس الوقت فيه عندي برضو هنا اللي هو اسي 10 ور 7 هنقول كل حاجة تعمل ايه بس انا بقول لك ده كل ده قسم صوت تصمي التعديل بص كده خلي بدك معايا كل ده قسم التعديل بتاعت الترانزوستور كمعدل فين بقى اللي هيجيب له التردد العالي فاكرين لما قلنا فيهم زبزب رئيسي اهو ال واحد السي واحد دي ده اللي بازبط عليها التردد اللي انا عايز ابعته انما مين اللي هيجيب للتردد العالي القسم التردد العالي من مين من الملف ده والمكاسف اللي هم بدأ اللي اتنين اهو وسي خلي باك معايا وسي اتنين و اللي اتنين سي اتنين اهو 22 ميكرو و اللي اتنين ده اللي هو 200 ميكرو هنري يبقى كده هجيب موجة التردد العالي وكده هجيب موجة التردد المخفض والاتنين هيخشوا على الترانزوستور هنشوف بقى يخشوا ازاي بس عمنا بنتكلم كاكسام دلوقتي انما مش هتكلم بطريقة عمل لانه نيجي لطريقة العمل بتاعتها ونقول ايه اللي بيتم فيها بالزبط كده انا لازم اشوف بقى فايدة كل عنصر في الدايرة دي بيعمل ايه ما هو لازم دايما اما نيجي نشرح دايرة خلي بلاك بقى معايا عشان برضو دي كانا اول دايرة هنتكلم عليها مبدأ لما بيجي نشرح دايرة بنقول كل عنصر في الدايرة بيعمل ايه وبعدين بنقول طريقة العمل بتاعته الدايرة طريقة العمل بتاعت الدايرة كل عنصر بيعمل ايه دي سهل هنقولوا ما هو الترانزوستر مثلا ما عام قاومه ومكسف على المشاعة بيعملوا استقرار حلال مقابلتين على القاعدة دي وبالحزق عنه وهكذا انما تعالى بقى طريقة العمل طريقة العمل عشان تبقى فاه طريقة العمل عشان تبقى فاه طريقة العمل اللي هو الاشارة خط سير الاشارة بتخش منين بتخرج منين ولما بتخش مرحلة اللي بيحصلها في المرحلة دي يعني انا كده بوصف الاشارة وهي ماشية من اول داخل الدايرة لحد خارج الدايرة يعني على سبيل المسار الاشارة دلوقتي داخلها على دارة مكبر طب بدأت بمين بمايكروفون حول الاشارة الصوتية للشراكة عربية وبعدين داخلت الاشارة على المكبر كبرت وطلقت في المجمع وبعدين راحت داخلت على المعدد شوف انا بوصف بوصف خط سير الاشارة كده ما ليش دعوب ايه بفايدة العنصر بيعمل ايه لا الاشارة راحت فين وحصلها ايه هي دي طريقة العمل هي دي طريقة مين العمل تعالى بقى نشوف فايدة كل جزء في الدايرة بيعمل ايه نشوف الكلام ده على الشاشة فايدة كل عنصر في دائرة جهاز الارسال الام هنتدل ناخد بقى اول بوص خلي باك بقى معايا المايكروفون وC5 وC6 المايكروفون هيبتدي يحول الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية وC6 هيوصلها لقاعدة مين الترانزيستور Q1 اللي هو شغالته مكبر هادي اول واحدة هاي المايكروفون المايكروفون يقوم بتحويل التغيرات الصوتية الى تغيرات كهربية تدخل هذه التغيرات الى اشارة كهربية يعني عن طريق المكاسف يقوم بتكبير الاشارة الضعيفة النتيجة من المايكروفون الى مستوى المطلوب يبقى دي اول مرحلة التكبير بعد المايكروفون خلي باك بقى معايا يبقى انا خدت دلوقتي قسم الصوت خدت المايكروفون بيعمل ايه بيحول اشارة من صوتية الى كهربية وخدها المكاسف C6 ورح بعيدها على قاعدة الترانزيستور اللي هو Q1 اللي هو شغال كايه شغال كمكبر كده احنا خدنا الجزء الاولى دي بس في الدائرة اللي هو قسم الصوت هنكمل ان شاء الله بإذن الله قسم الترانزيستور العالية وقسم التعديل وارسال في الحلقة القادمة ان شاء الله بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله